قطاع السروة الحيوانية يعد راكزة أساسية للأتصاد الوطني بالبلاد قطاع دعمته الحكومة في الماضي والحاضر عبر مشاريع إقليمية ودولية من أجل تعزيز هذه السروة التي تقدر بحوالي 100 مليون رأس من الماشية في الأراضي الوطنية لذا نظمت وزارة السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني هذه الورشة التقييمية بالتنصيغ مع برنامج دعم هيكلة وتطوير قطاع السروة الحيوانية باستر الورشة تهدف إلى عرض النتائج العامة للمشاريع المنفذة من قبل شركاء الحكومة في مجال دعم قطاع السروة الحيوانية الاتحاد الأوروبي وعلى لسار ممثله لدى البلاد السيد كورتي كورناليزا أشاد بجهود الحكومة الشادية على التزامها الدائم لتعزيز الشراكة بينها وبين المشاريع الإنمائية المختلفة مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع السروة الحيوانية عبر تمويل المشاريع حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسستين ونشير إلى أن ورشة العمل لتقييم النتائج هذه سيتمكن من خلالها المشاركين عبر نقاط القوة والضعف لتفادي معوقات تنفيذ المشاريع مستقبلا ترجمة نانسي قنقر